وزير الطاقة القطري يسخر من المروجين للهايدروجين الأخضر ويؤكد الأمر الوحيد الذي أنقذ أوروبا هذا العام هو الشتاء المعتدل وتباطئ الاقتصاد ولآتي أعظم وجه وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعب تحذيرا جادا لحكومات الدول الأوروبية التي ستواجه نقصا أكبر في النفط والغاز في الأشهر المقبلة في ظل اعتدال فصل الشتاء نسبيا والذي جنب القارة صعوبات أشد في الأشهر الماضية وتسعى الدولة الخليجية وهي من بين أبرز المنتجين للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى إبرام عقود طويلة الأجال مع الدول الأوروبية التي امتنع معظمها عن ذلك رغم سعيها إلى إيجاد بدائل عن موارد الطاقة الروسية وقال الكعبي اليوم الثلاثاء على هامش منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة إن الأمر الوحيد الذي أنقذ البشرية وأوروبا هذا العام هو شتاء معتدل وتباطؤ الاقتصادي مشيرا إلى أنه إذا بدأ الاقتصاد في الانتعاش في 2024 وحل شتاء عادي أعتقد أن لآتي أعظم وتسبب الغاز الروسي لأوكرانيا بأزمة طاقة مع قطع روسيا الجزء الأكبر من إمداداتها للدول الأوروبية التي سعت جاهدة لتنويع مصادرها وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز الروسيين وشهد فصل الشتاء الماضي درجات حرارة أقل من تلك المتوقعة وتابع الكعبي إذا لم يدركوا الأوروبيون ذلك ولم تكن لديهم خطة مناسبة ولم يجلس مع المنتجين ولم يتوقف عن شيطنة شركات النفط والغاز فسيتعين على الأوروبيين مواجهة الواقع وتعمل قطر على مشروع توسيع حقل الشمال أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم والذي يمتد تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية ويضم حوالى 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم بحسب تقديرات شركة قطر للطاقة ويتوقع أن يساعد المشروع قطر في زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسالة بأكثر من 60% ليصل إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027 وأشار الكعبي إلى أن الطلب كبير لدرجة أن مجمل إنتاج حقل الشمال البحري بقسم نيه الشرقي والجنوبي قد ينفد بحلول نهاية العام بموجب اتفاقيات طويلة الأمد مضيفا هناك احتمال أن ينفد مجمل الغاز المستخرج من حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي بحلول نهاية العام فيما يتعلق بالعقود الطويلة الأجلي واعتبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المنتدى أن أوروبا نجت بعناية إلهية الشتاء الماضية مؤكدا أن أمن الطاقة العالمية مهدد بالسياسات المعتمدة لخفض استخدام الوقود الأحفوري في إطار مكافحة التغيير المناخي وأضاف أن الطاقة يواجه عراقيلة إمكاناتنا تنفد لأن الدول لا تستثمر في النفط والغاز وسخر وزير الطاقة في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم من الترويج للوقود النظيف بما في ذلك الهايدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة فقال يتحدثون عن الهايدروجين الأزرق الأخضر الأرجواني الوردي لكن في نهاية المطاف من سيشتره كم سيكون سعره لا يتحدثون عن النفط ولا عن الغاز يتحدثون عن من يسمى بأمظف وقود وأكثر وقود أخضر للمستقبل لكن ليس هناك من يشتره ومنذ سنوات تروج الدول الخليجية لتقنيات إزالة الكربون كحل للإحترار المناخي لكنها في المقابل تشدد على أهمية الاستثمار أكثر في الغاز والنفط لتلبية الطلب العالمي وتدعو الإمارات التي تستضيف أواخر هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخي كوب 28 إلى اعتماد تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن إنتاج المحروقات واستخدامها وينتقد خبراء المناخي هذه التقنيات معتبرين أنها قد تشتت الانتباه عن الهدف الأساسي المتمثل بخفض الانبعاثات التي يتسبب بها الوقود الأحفوري اشتركوا في القناة